موسيقى انطلاقاً من إيمانها بأهمية تدريب شباب المحامين نظمت لجنة التدريب والبحوث بالنقابة العامة للمحامين بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي دورة تدريبية أخرى بإعداد المحامين وكلاء المستثمرين وذلك في مقر مركز تدريب هيئة الاستثمار تحت رعاية النقيب سامح عشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب والدكتورة صحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي تحت إشراف عبد الجواد أحمد عضو مجلس النقابة العامة ومقرر لجنة التدريب والبحوث تم توقيع برتكول الهدف منه التعاون المشترك بين النقابة العامة المحامين وبين وزارة وهيئة الاستثمار وكان السبب في البرتكول ده انه تعظيم الاستفادة من خدمات المشتركة ما بين الهيئة والوزارة وانقبط المحامين المحامين ليهم دور في تعظيم فوائد الاستثمار في مصر المحامي لي دور أساسي المحامي هو وكيل المؤسس وكيل المستثمر شارك في الدورة شباب من محامي القاهرة الكبرى وحاضر فيها خبراء من هيئة الاستثمار وركزت على أساسيات وآليات العمل في هيئة الاستثمار وكيفية أداء الخدمات والتأسيس الإلكتروني وجاء الهدف من هذه الدورات تنمية المهارات والقدرات القانونية للمحامين المتعاملين مع المستثمرين بالإضافة إلى تنمية مهارات شباب المحامين وتأهيل جيل جديد من المحامين لأن يكونوا وكالاء مستثمرين وعلى قدر عالي من المسئولية لتهيئة مناخ الاستثمار احنا بنتكلم عليه نهاردة برنامج التأهيل وكالاء المستثمرين بصراحة زي ما عبد الجاد بيتكلم احنا بنتكلم يعني اتعمل ما بين قبط المحامين ووزارة الاستثمار والتعاون الدولي وكان الهدف الأساسي منه ان الترويج للاستثمار او فكرة ازاي اراج للاستثمار من خلال الممثل الأساسي اللي بيتعامل مع المستثمر بشكل رئيسي اللي هو الوكيل او المحامي اللي بيتعامل مع المستثمر بشكل اكتر حتى من التعامل المستثمر داخل وزارة الاستثمار موسيقى اشتركوا في القناة